تشكيل الأهلي والتحاد جد مش الحدث أكيد طبعا بالزبط أستاذ عمر ساروات جايب ده تشكيل نادي الأهلي أوه على مسؤوليته تشكيل نادي الأهلي في مباراة اتحاد جده مع أستاذ عمر ساروات تمام فضل أستاذ عمر طبعاً الكل اللي كان عارف إن الكابتن سامي أمصان وياسيم ميكابيل هو محل أداء حضر والمواتش بتاع التحاد جده وأوكلاند قدموا تقريب للمستر مرسل كولر وتم الاستقار بشكل يعني شبه نائي على التشكيل يمكن الأمور كتواضحة قوي ما كانش فيها كلام كتير يعني قصة التشكيل إن شاء الله يعني بأمر الله يعني محمد شناوي هيبقى علي معلول ياسف إبراهيم محمد عبد المنعم في ناحية المي محمد هاني في النص حلعب الثلاثة المعتدين مورونا عطية وإمام عشور و أليو ديانج و أليو ديانج بالزبط كده قدام حسين الشحات و بيرستاو ومحمود كهرون ده التشكيل ده التشكيل ده التشكيل اللي كان من شوية محمود شاكل نفسه يتلاعب بالموضع بالزبط ده التشكيل خلاص الأعراب يعني ده تقول لدتها ده التشكيل النادي القاتل بالزبط يعني كان مفضلة بعضو ما بين كهربا و ما بين مودس لكن كهربا فائق جداً الفترة اللي فاتت وجايزت كمان أفضل هدف في القارة دي مساعدة شوية معنوات عالية جداً ممكن ويهي التشكيل تاني تاني ماشي محمد شنوي علي معلول محمد هاني ياسر بغيم محمد عبد المنعم مران ديانج قلنا مران عطية امام وامام عشور وقالي ديانج دو الثلاثة اللي في النص بالزبط الثلاثة اللي قدام حسين الشحات وبرس تاو ومحوك قهو صح كده بالزبط لما زي الفول اللي او